اشتركوا في القناة وعننا ايضا انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج الجدي لبرج الدلو طبعا القمر الان موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والاسحار او الاورام ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وثمان دقائق من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر الان موجود في برج الثور طبعا موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين ورح يظل القمر موجود في برج الثور لغاية ساعات الصباح طبعا تأثير القمر وهو في برج الثور انما نشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما او قضاء وقت منتع في البيت او مثلا مناسبة عائلية او مشاهدة التلفز بالنسبة للزوايا اللي متشكلة حاليا ما قبل خلوق المسار عنا زاوية التثليث الايجابي اللي بين القمر وبين بلوتو اللي ذكرناها يوم امس رح نذكرها اليوم لانه تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح طبعا هي ذروتها ساعة عشرة وخمستعشر دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار قلوق المسار السلبي حكينا انه رح يبدأ ساعة عشر وخمستعشر دقيقة من مساء اليوم الاثنين ورح يستمر حتى تمام ساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل لبرج الجوزاء عشان هيك من ساعات الصباح مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا والزوايا اللي رح تتشكل اليوم عنا اول زاوية هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون ما بين عطارد وبين نبتون وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية يوم اربعة واحد طبعا هاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم ستة واحد وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في سلوكنا وهذا الشيء بسهل علينا طريقة التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل علينا اقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان هاي الزاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك والقدرة على ذلك لهم الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن والديكور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهي طبعا تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم تسعة واحد اي زاوية بتعزز قدرتنا الادارية او قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكما انها بتعزز قوة الحدث لدينا بالنسبة للحدث اللي رح يصير في ساعات الصباح اللي هو انتقال الزهرة اللي رح تنتقل صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 22.44 دقيقة صباحا رح تنتقل الزهرة من برج الجدي لبرج الدلو ورح تضل في حركة امامية ايجابية حتى صباح يوم الجمعة 27.01 اللي هو الساعة 22.32 دقيقة من صباح يوم الجمعة خلال الاسابيع المذكورة رح يطرأ تحسن ملحوظ على المظهر الخارجي لموليد برج الدلو ورح يشعروا بقوة العاطفة ورح ينجذب لهم افراد من الجنس الاخر وبيستفيد معهم كذلك موليد الابراج الهوائية والنارية زي الجوزاء والميزان الحمل لأسد القوس وكذلك كل شخص تواجد لدي كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الدلو طبعا الشرح المفصل لجميع الابراج وتاثيراته على جميع الابراج والايجابيات والسلبيات موجودة بحلقة تم نشرها قبل ايام ممكن ترجعوا لها عشان تستفيدوا منها اكثر وتعرفوا فترة الايام القادمة ايش المكاسب وايش التنبيهات والتحذيرات اللي رح تكون من وجود الزهرة في برج الدلو بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل خلال ساعات الصباح مع القمر طبعا عندنا اول زاوية زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة رح تكون ذروتها ساعة 2.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وميعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها ساعة 5.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم اعمال انسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام ساعة 7.46 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ما بعد منتصف الليل بالنسبة لهذه الزاوية طبعا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الان ولغاية ساعات الصباح عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم اما من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وانابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ومناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء فخلوق المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس 5-1 بيبدأ في تمام الساعة 12 و7 دقائق من بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة 2-14 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدف عمر 11 يوم في تمام الساعة 11 و56 دقيقة ظهرا بتصير عمره 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 هي الآن سعيدة بنسبة 45% ولكن بعد منتصف الليل بتصير سعيدة بنسبة 85% وبتكمل طيلة النهار على نفس النسبة القمر الآن في برج الثور وزي ما حكينا في ساعات الصباح بدي ينتقل للجوزاء ورح يظل في الجوزاء لغاية يوم 5-1 هو الآن سعيد بنسبة 70% ولكن بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 15% لغاية ساعات العصر بعدين بدو يصير سعيد بنسبة 5% ومن ثم في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-1 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي وبدو ينتقل للدلو زي ما حكينا ورح يظل في الدلو لغاية 27-1 هو الآن سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل لغاية 16-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواب تحمل معها فرص مالية وممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم من الآن لغاية ساعات الصباح بتعالجوا استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الأموال فبتكن تنتبهوا على أموالكم برضو من السرقة أو الضياع أو من المصاريف لزيادة أما من ساعات الصباح بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم مش أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معاهم اتفهم الآخرين وابقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وعمكم النشاط من الآن لغاية ساعات الصباح وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات الصباح بيصبح هذا اليوم يوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعلجوا مسائل إدارية أو تمويلية تطلب منكم توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة طبعاً هاي الساعات من الآن لغاية ساعات الصباح بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح حاولوا انكوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أما من ساعات الصباح بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبدروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً هاي الفترة بتصير مميزة واستثنائية وخصوصاً من ساعات الصباح فعشان هيك يحاول انك تستغلها وتعوض الأيام الماضية حاول انك تأخذ المبادرة وتكون شجع برج السرطان من الآن لغاية ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن فاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن مع ساعات الصباح بتدخلوا فترة يعني شوي بتكون تنتبهوا منها لأن القمر بصير في بيت المتاعب فبتطلب منكم هاي الفترة عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضود ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان وما تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوزعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين من الآن لغاية ساعات الصباح وطبعا بدون مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة القوانين أما من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات حاولت انك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذرة من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت الأجواء جيدة وممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد أو تنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات الصباح بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي بتصير مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن يتواجهوا مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبكوا في المواقف الحساسة لأن الجو العام في نوع من أنواع صعبة برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت بتحمل لكم هاي ساعات فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولونكم أجزف أو تغامروا في الأمور المالية أما من ساعات الصباح فممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عندكم قوية جدا وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الجهات معاكم وفيها سفر محتمل لبعض موليد الميزان برج العقرب طبعا ما زالت الأجواء مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن يعتبر القمر مقابلكم فعشان هيك بتكنتبهوا على طاقتكم بوسعكم استغلال هاي الساعات بتعزيز شراكاتكم أما من ساعات الصباح القمر بانتقل للبيت الثامن فهنا بتتعزز الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم وراحة شيخوختكم ممكن تتخذوا المبادرة في الاتجاه المذكور زي الدخار أو ترتيب وضع ما أهم شيء تقدموا التنازلات وتتراجعوا عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه برضو ما زال عنكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكون تنظموا جد والغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة من الآن لغاية ساعات الصباح لأنه التركيز على العمل وعلى الصحة أما من ساعات الصباح في القمر بصير مقابلكم تماما فبتصير الأجواء مناسبة على مستوى يعني الأمور اللي إلها علاقة بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حذروا الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معاكم وممكن تقعوا في ورطة أنتوا بغنى عنها بسبب عصبيتكم أو تسرعكم الجو العام متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فعشان هيك بدك تكون صبور وما تذمر الفترة هاي خالية من الحظ برج الجديد ما زالت الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح في أمور إلها علاقة بالتقرب من الأحبة أو تعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض الأجواء العطفية جيدة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فبصير القمر موجود في بيت العمل والصحة ولكن رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال أهم شيء تنظموا جدوى الغذاء كم تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر ما تلتهوا بالقشور بل الأمور والأمور الثانوية طبعا اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي بعض القلق الصحي أو المهني خلال هذا اليوم برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه الاهتمام رح يضل بالبيت والعائلة والمناسبات أو الأمور العائلية أما من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسبيا وممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا للسفر والمشاركة في رحلة عمل مثلا أو مثلا تقرب من الأحبة لأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات من الآن لغاية ساعات الصباح وبتظل الفترة هي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أن ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم وما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج وإسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيتوا وقدموا المساعدة لأي شخص بيحتاجها هيك من كون انتعينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء